السلام عليكم مشاهدي الكرام. كيف تكونوا على خير و بخير. مرحبا بكم معي في هذا الفيديو. يوم ان شاء الله كيف تشوفوا. هادي نوريكم كيف اشتركوا بطاقة مالحة. بالخطراء. كالجيزوينة بزاف. قيمكننا نقدموها هكذا في مكونات ديالها جد بسيطة و متواجدة في اي بيت. يعني بإمكان اي وحد يصوبها. الحاجة وحدة اللي كنطلب منكم انكم تبعوا ما هي الفيديو من الاول حتى الاخير. باش ما تفوتكم بتشيح ويجا. كيف كانت منى انكم تشاركوا الفيديو ديالي مع صحابكم وصحابتكم. هكذا باش كي يمكن تجعوني اكتر ونعطي المزيد اكتر. كنشكركم بزاف. واندوز نشوفوا دابة الطريقة المقادر في نفس اللوقت. اذا هاتو ما كيف كتشوفوا معي المكونات بسيطة. نحتاج البطاطة وخزة القرعى الصغيرة والدنجال المكونات بسيطة. كيف كتشوفوا معي. كيف كتشوفوا معي. كيف كتشوفوا معي. جبت لطا ديال الفران. قدت لها البابي كويسو. ورشيتها شوية بزيت البلدية. وشرت الفران طبعا من قبل يسخن شوية على درجات الحرارة 180 درجة. شروري عندو الفغان ديالي لقلتش عادي. اه، كان شفو بينجالك اقطته هكذا على شكل طويل مايكون شرقيق بزاف ومايكون شعود الغلاد يعني ما بين و بين وكن كنستفوها هكذا فاللاطة. وندما كان سريه التصفيل له. قد شروري اريد شوية الزيت البلدية. شوية الملحة وشوية البزار وكندخله الفغاني طيب. غير غير بني دمك اضبان. ما نخليه شي تحمر غير كي اضبان وصافي. من بعد كما ترى الملحة نضيف الملحة نضيف الملحة نضيف الملحة نضيف الملحة نضيف الملحة نضيف البصلات نضيف الملحة ثم نضيف الملحة الملحة نضيف لها ملحة المعدنوس وكذلك نضيف لها زيت البلدية المقدار لها ملحة وكذلك نضيف لها ملحة هذه العصل لها ملحة وكذلك ترشون معي ملحة المقدارة نضيف لها ملحة كيف لما ترى نضيف لها ملحة براءة问 وعط bruk وكذلك نضيف لها ملحة ونضيف لها نضيف لم ينحن الجحيم نحن نضيفه بجميع الماء و صافي يعني يلحمناه بزاف هذه تحرق النوم وليس يجي نزوي بحيث نزوي ندخل الناس لفقران كما ترون معي ندوزوا دنجال في الطحين ومن بعد البيض ومن بعد الناس ضروري ندوزوا في هذه المراحل يعني لا تخرجوه ومن الأحسن نضيفهم في نام الملاحل لن نضيفهم يعني الطحين ومعبة البيض ومعبة البيض نضيفهم في اللطة حيث نضيفها وكذلك تصل على يجنب أنا أردت لكم أخرى تروني نكمل بطحين ومعبة البيض ومعبة نستطفهم هذا في اللطة على شكل دائري بها الطريقة وشي احدى شي يعني ما نخليش الفراغ بينتهم كلا سطوهم وحيدة حدا وحيدة باش ما كيبقنناش الفراغ وبها الطريقة هادي كيف شفتوني كنقدهم انا هادي نكمل الكمية اللي عندي كاملة ونوريكم في الاخير كيفاش كي ممكننا نحصلو على الدنجال ثم كيف شفتو بعد ما استفتت الدنجال هاكده ثم كيفاش كي يجي هاديك اللي في الوسط كتبقنة واحدة ورخوية كنقطع الطريف ديال الدنجال هاكده مشي وحده وكنديروها تسمى في الوسط دبا هادي نشوفو بنسبة اللاصوس اللي كنديرو اش حال كنديرو فيها تضنى ثلاثة ديال البيضات وكنجيبو هاديك خمف خاشها ديرا هاكتباع كنديروها كاملة كنديرو هاديك اللي كتبعتها هي هاديك التاسة كنديرو شوية ديال المعدنوز مقطع وكنحكو شوية ديال القوزة القوزة من قويش منها بزافر شوية يعني ماشي بزافر شوية كنحكو ثم كيف كتشوفو معايا من بعد كنضيف مقدار مالقة صغيرة ديال الزيت البلدية بزافر شوية بزافر شوية الملحة ما كنديرها شو كنخلط هذه المكونات مزيان مع بعض ديتها كنخلطها مزيان كندمج العناصر مزيان كنخلطها كنخلطها هنا هنا الفرماج الخضراء وصولة كنخلطها 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 بعد كنخلطها مدعو الكرورة كنخلطها الخضراء الكروة كنخلطها كنخلطها كلما كنخلطا كنخلطها 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 السعراء كيف ترون بسفر وكيف ترونه بعد ما نقوم بعمل الفرماج نقوم بسفر بسفر ثم كيف ترون معي كيف ترونه نقوم بسفر ثم نستفع البطاطة بنفس الطريقة ونقوم بسفر البطاطة ورش ورش ثم نقوم بسفر ندوم بالح пока نقوم بسفر كيف ترونه ونقوم بسفر نفس الطريقة كما انا نضح فطحين من بعض البيض من بعض الاشاب لاثباء على هذا الطريق لتشده هذا الوجه الذي يكون لفقه يجب أن نعرف كيف يكون في قلبه يجب أن نعرف من الاخر يجب أن نعرف هذه الوجهات التي يكون عندنا خارج يجب أن ندخلهم من تحت من التنجال الذي يدفنه من الاخر ونقضهم هذا لا نتجلت بفقه نغطيها كاملة بالنجال نغطي الفقان على درجة الحرارة 180 نغطيها تكطير و تحمرنا جيدا و يقابل الفقان نجد الفقان و نرى الطبق النهائي كيف تجلب.. و يمكنكم قريبا و تجرباها نتمنى ان تجربوها و يعجبوها و تفهم اجلت و اهوة و تتسام tinham و كيف قلتك انا قدمتها بطريقة و تجربة إلى طريقة و كيف تستطيع و كيف تجلتها بطريقة و اكلها البردات و انا شكركم بطريقة و شكراا لكم شكرا لكم وانتلقوا فيديو جديد إن شاء الله